لو الحكاية فيها إنا فيدي لها يمكن فردية بسفة فردية ولكن ما تقدرشت حكومي على اللعيبة سواء تقلق أو ما تقلقش بعد أربع أسابيع وإحنا قلنا للأسبوع الأخير في الدوري اللي هو الأسبوع الرابع شاهدت طفرة أو تحسن في الأداء والتحسن في الأداء والتحسن ملحوظ نتمنى إن شاء الله الأسبوع الخامس والأسبوع اللي جاية بإذن الله الطفرة والتحسن في الأداء ده يستمر عشان تقدري فعلا تقولي أن اللعيبة دي جيدة أول إنت وعينك وراحت لعليها استمرت مكملة بنفس أداءها بنفس عطاءها مكملة بنفس الشغل ولا لأ فبالتالي إحنا سايبين لنفسنا زي مكابت شاوي قال سايبين لنفسنا مرحلة لنهاية الدور الأول بعديها بإذن الله نقدر نختار ونحكم على اللعيبة اللي إحنا كلنا تفرجنا عليها عشان إحنا كلنا ما تفرجناش على اللعيبة كلنا على حد فردي يعني إمكان أنا تطرقت لمجموعة فرق لسه باللف لفة بنعمل عملية حاجس ما روتيشن بندور نفسنا كلنا بحيث إن إحنا كلنا نبقى تفرجنا على اللي 22 فرعيات ككابتن أسامة أنا متكلمة ككابتن أسامة دلوقتي برضو اللعب اللفة ككابتن أسامة أنا لا ما أقدرش أعلن دلوقتي يعني أنا طبعا يعني آه هي بتبقى دفعة معنوية ودفعة جيدة لللاعب إن أنا أقول اسمه ولكن لا لابد إن إحنا كلنا نجتمع على نفس الإسم وعلى نفس الأراء بعيوننا كلنا الإجتماع الفاني اللي جاي للجهاز الفاني هيكون إمتى إحنا على طول بصفة مستمرة بنجتمع وعلى طول على تواصل التلفونية على طول اللي إحنا يعرف أن إحنا دايما منتشرين في المباريات اللي اللي بتتم وانتي عرفة دايما وأبدا دايما الفترة اللي فاتفة فيه أربع مبارات في الأسبوع فبالتالي انشغلنا شوية بالمباريات ولكن عندنا على طول تقارير بصفة يومية مع الكابتشاو إيو في الحديث على المبارات شابست اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة